حيث تلعب المرأة دورا هاما في التعامل مع جميع جوانب التحدي المتعلق بتغير المناخ حيث لا تزال المرأة تتحمل عبءا غير متناسب من الأثر السلبية لتغير المناخ وتعتبر النساء والفتيات قائدات وصانعات للتغيير في كل ما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكايف معه فينقرط في مختلف المبادرات المتعلقة بالاستدامة حول العالم يؤثر تغير المناخ على الجميع لكن أفقر دول العالم ومن هم في أوضاع هشة وخاصة النساء والفتيات هم من يتحملون وطأة الصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية فتعزيز المساواة المبنية على النوع في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث تعد أحد أكبر التحديات العالمية التي يواجهها الكوكب الأمم المتحدة كشفت أن النساء تعتبر أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص في بعض البلدان الأفريقية على سبيل المثال يهاجر العديد من الرجال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية للعثور على عمل وهو اتجاه تحاركه الأحداث المناخية القاسية وتصبح النساء مسؤولات عن الأرض والأسرة ومعظمهن لا يملك بالضرورة الحقوق القانونية أو السلطة الاجتماعية ذات الصلة لتحمل هذه المسؤولية ويعد الاستمرار في دراسة الفرص لتمكين النساء والفتيات من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة أمراً أساسياً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي حيث إنه لا يمكننا الإنعام بمستقبل المستدام أو متساوين دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي علاوة على ذلك فقد ثبت أن الحكومة الشاملة التي تعززها الهيئات الدولية والحكومات الوطنية يمكن أن تؤدي إلى سياسات طويلة الأمد وفعالة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتؤدي إلى تحسين العدالة الاجتماعية بشكل عام والمساواة بين الجنسين على وجه التحديد من خلال دمج المزيد من النساء والشبات والفئات المهمشة في صنع القرار في جميع أنحاء العالم تعمل النساء والفتيات كقائدات وصانعات للتغيير ويحشدن الجهود من أجل التكيف مع تغيير المناخ والتخفيف من آثاره كما أنهن يأخذن مبادرات الاستدامة وتسفر مشاركتهن عن تطبيق نهج مشترك ومنصق للعمل المناخي